في زمن النقاش الانتخابي طروحات إضافية تظهر إلى العلن بينها المشروع الذي أعلن عنه النائب ميشيل فرعون وزميله في الكتلة سيرشتور ساركيسيان من المجلس النيابي والذي يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى تبعا لمشروع لقاء الأرثوذكسي إنما على الأساس الأكثري وما يحصل على 20% من الأصوات ينتقل إلى المرحلة الثانية هل يتأهلون يعني يكون فيه نحن اليوم بهالاكتراح للبحث اللي وضعوه هالمفكرين قالوا ما زال ما في وقت منضل منخلي قانون الضوحة ومنعدله منحسنه بكل اللي عم تسمعوه عميد الكتلة الوطنية كارلوس إدي ورئيس حزب السلام رجاء إدي طرحا خلال لقاء سياسي في إدي سانز اقتراحا لقانون الانتخاب على أساس الدائرة الفردية وتقسيم لبنان إلى 128 دائرة على عدد نواب الحاليين واعتبر العميد إدي أن من شأن تطبيق هذا الطرح تعزيز تمثيل الطوائف ومختلف الأطراف والحد من الفساد ودور المحادل واللافت أن النواب سامي الجميل فادي كرام ودوري شمعون وأحمد فتفت والوزير السابق ميشيل إدي إلى شخصيات أخرى كانوا مشاركين في اللقاء وقد أعرب النائب الجميل عن الاستعداد لتقديم هذا الاختراح إلى المجلس النيابي